مساء الفل عليكم تحياتي لكم من قناتي قناتنا مين الماجد يا رب تكونوا بقال في خير والصحة والسعادة وتكون دايما وصفاتي اللي بقدمها لكم بتنال على عجبكم ورضاكم واهم حاجات يكون سهلة عليكم في التنفيذ النهاردة جايب لكم فيديو ممتع جدا جدا وجميل جدا جدا اني دي حاجات احنا مش ممكن نستغنع عنها في البيت النهاردة هنعمل الدريسنج الدريسنج اللي هو كل السلطات اللي ممكن تتخيلوها وانا مساء الطحينة المايونيز الكلسلو الكاتشاب كل الحاجات اللي احنا بنحتاجها جوه البيت وبنحتاجها في الساندوشات بتاعتنا وسوس مكدونالدس كل الحاجات دي هنعملها النهاردة بطريقة موفرة جدا مش تشتري اي حاجة منها من بره من هنا ورايح لا هتشتري كاتشاب ولا هتشتري مايونيز ولا هتشتري طحينة لان الكميات اللي هنعملها كبيرة جدا جدا بس لو لسه مشاركتوش في القناة اتمنى تدوس على كلمة اشتراك تحت الفيديو بلون الاحمر فعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد وشكرا من كل قلبي للناس اللي بتدعمني بنت صعبها في قناتي هنبدأ بقى بتنجل سلطات والحاجات الحاجة اللي احنا ما نستغناش عنها ابدا وهي سلطات التحينة هنجيب كوباية صغيرة من السمسم تقريبا بتكون اربع معالق كبار وهنبتدي ان احنا نطحنهم في الكبة لحد ما بيبقى معنا كده زي دقيق دقيق كده اسمه دي السمسم وده بيكون شكله مطحون حلو قوي قوي زي ما انتو شايفين ما فيقوش اي كتل خالص تحناه وآآ بدأنا كمان ننخله لحسن يكون في حاجات مكالكاء او كده يعني وبعد كده بقى بضيف عليه كل اربع معالق من السمسم بضيف عليهم كوباية من الدقيق يعني تقريبا ربع كوباية السمسم بياخد كوباية من الدقيق ودي بتكون نسبة حلوة جدا بتطلع معاك تحينة تقيلة وتحس ان طعم السمسم باين اوي فيها خلي بالكم من الملحوظة دي انه انتو هتلاحزوا ان الطحينة يعني تقيلة وحلوة جدا جدا زي ما انتو هتشوفوا معي دلوقتي وده بيكون شكل الطحينة آآ بيكون شكل دقيق الطحينة بعد ما احنا عملناه وهنبتدي دلوقتي نكمل الوصفة بتاعتنا هنجيب الدقيق اللي حطينا على الطحينة بالشكل ده وهنحطه في بولاوس عشان نقدر آآ نضيف باقي المكونات اللي هتكسف معنا وهتقل معنا الطحينة بالشكل اللي انتو هتشوفو ده طبعا آآ الكمية دي هتعمل معاكم بطربان كبير تقريبا كده ربع كيلو هنضيف عليها آآ تلات معالق آآ كبار من الزيت وهنبتدي ان احنا نقلبهم علشان نخلي الزيت يدخل في كل حتة كده من الطحينة او من دقيق الطحينة زي ما انتو شايفين آآ لو حسيتني ان الزيت قليل شوية ممكن اضيف معلقة تاني لو انا حسن المقدار اللي انا حطه كبير شوية هيبقى ده شكلها بعد ما احنا خلطنا دقيق الطحينة دقيق مع دقيق السمسم مع الزيت بيكون شكلها زي العجينة بالشكل اللي انتو شايفينه ده ده بيكون قوام مثالي لها هنبتدي دلوقتي نشوف ازاي هنحول العجينة دي لطحينة البيضة الحلوة التقيلة اللي احنا بنشتريها من بره من المحلات هنجيب رغيف من العيش البلدي زي ما انتو شايفين انا هجيب رغيف وابتدي انه اطاوم كعبات صغيرة كده وابتدي احطه في سبولة تاني واصب عليه مية المية لازم تكون مية سخنة عشان انا محتاجة ان العيش ده يبوش او يدوب يعني حرفيا كده يبقى آآ دهب جوه المية كمية الرغيف الواحد هحط عليه نص ثلاثة اربع كباية من المية كل رغيف هحط عليه ثلاثة اربع كباية من المية هنعير بنفس الكباية المعيارية اللي احنا عيرنا بيها الدي اي والزيت وكل حاجة عشان تطلع معنا النتيجة مظبوطة زي ما انتو شايفين ده بيكون شكل العيش بعد ما انا لان مني خالص كده في المية الدافية وهنبتدي دلوقتي نستخدم برضو الكبا بتاعتنا تاني اللي مع الناس ما عندهاش كبا تقدر تشتغل في الخلاط عادي جدا مفيش مشكلة والخطوة الاولى ممكن تعملها في مطحنة الخلاط برضو مفيش مشكلة يعني مش لازم يكون عندك كبا عشان تشتغل الوصفة دي هنبتدي بقى ان احنا نضيف الطحينة الدقيق العيش والمية كده الجوة الكبا وهنبتدي ان احنا نضحانهم كويس جدا جدا عايزاهم بقى يبقوا زي سائل كده ممتزج مع بعضه مايبقاش فيه اي نوع من الوقت اللي بيكون شكله بالمنظر اللي انتو شايفينه ده طبعا اللي احنا شوفناه ده هنبتدي ان احنا نضيفه على الطحينة اللي احنا عملناها بس شوية شوية علشان يبتدي ان هو يدخل المكونات وتمتزج مع بعضها الطريقة دي بتتعمل في المطاعم لانها بتبقى طريقة موفرة وطبعا العيش مش بيخلي اي حاجة يعني مش بغير طعم الطحينة ولا اي حاجة خالص ما تقلقوش بتبقى برضو طحينة زي اللي بنكلها في المطاعم وزي اللي بنشتريها من برا بس هي الفكرة ان الكمية بتضعف كتير اوي يعني كل اللي انتو شفتوه ده تعمل من اربع معالق سمسم تقريبا عملنا ربع كيلو من الطحينة من اربع معالق سمسم بس ومش طحينة عادية لا ده احنا دول الطحينة الخام اللي احنا لسه اصلا هنخفها يعني الطحينة اللي انتو شايفينها قدامي دي مش هي اللي تتقدم قدامكم لا ده احنا هناخد منها بالمعلقة وهنبتدي نخفها طبعا طريقة حفز الطحينة دي عشان تفضل معانا اطول فترة ممكنة الطحينة دي عشان داخل فيها العيش فلازم تتحفز في الفريزر بنحطها جوه علبة نظيفة كده ما فاش اي سوائل وبنحطها جوه الفريزر ولما بنعوز ناخد منها بناخد بالمعلقة ونبتدي ان احنا نعمل صلطة الطحينة بتاعد الكفتة والحاجات اللي احنا بنعملها انا بحب اضربهم دربة كمان في الكبة كده او في الخلاط عشان بس يبقوا زي ما انتو شايفين بالقوام اللي انتو شايفينه ده القوام ده لما هيتساب هيتقل اوي اوي ده مش القوام الاولي على فكرة هيتقل جدا جدا بالنسبة للقوام اللي احنا هنشوفه مثلا بعد ساعة وهنبتدي نسبها زي ما قلت لكم انا بحب عبيها بعد ما تتقل يعني بعد ساعة كده ابتدي اعبيها وساعتها بقى هبتدي ان انا اعمل صلطة الطحينة بتاعدك وبكده نكون خلصنا صلطة الطحينة ودلوقتي هندخل بقى على الصلطة التانية وهي صلطة الكاتشاب او سوس الكاتشاب هجيب كيلو من الطماطم ولازم الطماطم تكون مجمدة علشان خاطر بس اقدر ان انا اشيل منها الاشرة وبعد ما بجمد الطماطم بحطها جوه مية سخنة مغلية هيتدي اشرة الطماطم تطلع مني بكل سهولة خالص انا هقول لكم ادير الكيلو والكيلو تقريبا بيعمل ازازة كبيرة اللي احنا بنشتريها هنجيب بقى الطماطم ونقشرها بالشكل الانتو شايفين وبعد ما نقشرها كلها هندربها في الهند بلندر او في الخلاط بس بكمية مية قليلة جدا يعني كيلو الطماطم هنحط عليه بس ربع كبية من المية مش اكتر من كده وبعد ما نضربهم كويس جدا عايز اقول لكم لازم نصف فيهم يعني نضربهم وبعد كده نصف فيهم اي بزر ولا اي حاجة خالص وقت كده هنحط لهم معلقة صغيرة من الملح ونرفحهم معلقة البوتجاز بالشكل الانتو شايفينه ده وبعد كده بضيف بقى البهارات بتاعتي اللي هي توم البودر وبصر البودر تمون مطحون كسبرة مطحونة شوية فلفل اسود الحاجات اللي احنا بنضيفها للاكل التحنى وبعد كده دي طبعا بتكون معلقة صغيرة جدا بنيديهم لفة بالشكل ده وهنلاحظ بقى ان القامتة ده يتقل معايا في الوقت ده هضيف معلقتين كبار من السكر وما تحسوش ان السكر كتير لا كل كيلو طماطم بياخد فعلا معلقتين كبار من السكر وبعد كده بضيف معلقتين كمان من الخل عشان اصبط تحديق التماطم بتاعتي مع السكر والطماطم والخل بتبقى ميكس كده حلو وجميل بدينا نفس طعم وريحة الكاتشاب وده بيكون الشكل بتاعها طبعا اللي انتو شايفينه ده بيكون حفيف جدا فاحنا هنبدل ان احنا انتقلوا فهنجيب روبا كوباية بالمية عليها معلقة من النشا ونبدل ندوبهم مع البارد وبعد كده ننزل بيهم على الكاتشاب بتاعنا هنلاحظ بقى ان الكاتشاب بتاعنا ابتدى يتقل اول ما هينزل عليه الخليط ده طبعا ده كله بيكون على نار هادية جدا علشان خاطر التماطم ما تشدش مننا ولا تتحرق وفي نفس الوقت تدينا النتيجة المزبوطة هنلاحظ امتى بقى ان الكاتشاب تقل لما يبتدي يعلم في المعلقة ولما نيجي نعمله كده هنلاحظ ان هو معلم في المعلقة يبقى كده الكاتشاب بتاعنا بقى مزبوط لان هو ديسه لما هيبرد هيتقل تاني فخلي بالكم ما تخلوهش يتقل قوي علشان يقدر ينزل من الازازة وده بيكون خلاص كده الكاتشاب بتاعنا استوى وبقى زي الفل طبعا بنعبيه جوه ازايز او بطرمانات اهم حاجة في الكاتشاب لو احنا عاملين كمية كبيرة ومش هنستخدمها كلها ممكن نسيب بطرمانت جوه الفريزر او ازايزة جوه الفريزر والباقي نستخدمه واهم حاجة نحطه جوه التلاجة منسيبوش من بره لان ده معمول في البيت فاكيد ما فيهوش مواد حفظة زي بتاع بره فممكن يكون سهل الفساد فلا اهم حاجة فيه ان احنا نحطه جوه التلاجة منشلوش من جوه التلاجة يا جماعة عشان نحصلوش اي تعفل نيجي بقى لسلطة الكولوسلو وهي صديقة بقى صندوشات كينتاكي وتقريبا كل الصندوشات معلقة كبيرة من المايونيز عليها معلقة من السكر عليها شوية ملح وفلفل خفاف عليها معلقة صغيرة جدا من العسل عليها معلقة من الخل صغيرة وكل الكلام ده علي نصف لمونة معصور زي ما انتوا شايفين وابتدي ان احنا نضربهم كويس جدا جدا احنا دلوقت هنعمل سلطة الكولوسلو وبعدها ما تقلقوش المايونيز اللي احنا عملنا ده هنعمله كمان يعني ما تقلقوش معايا كمان هنعمل سلطة المايونيز وهنجيب كابوتشا زي ما انتوا شايفين مبتدي ان احنا نقطعها نصين انا هاخد نصها بس ما بحبش اعمل كتير بحب اعمل على قد اللي احنا هناكله والباقي بقى لفه في ستريتش علشان يفضل معايا كويس وزي فل بس اخدم نص الكابوتشا عليها جزرايا عليها نص بصلايا هما ناس كتير ما بتحطش بصل بس انا بحس ان البصل بيديها طعم وناتها قوية جدا جدا ودي بتكون الخضار بتاعنا بنقطع نفس التقطيع بنجيب بولة واسعة بنحط فيها الخضار بتاعنا اللي هو الكابوتشا والجزر والبصل وبعد كده بقلبهم كويس جدا بسباتيولا علشان خاطر يا جماعة يدخل كله الميكس في بعضه اهم حاجة في الموضوع لازم التقليب الحلو واهم حاجة في صلطة الكولوس لو اني لازم تتخمر يعني ايه تتخمر يعني لازم نحط السوس ونسيبه لحد ما السوس يتشرب جوه الخضار لان انتو لو عملتوها واكلتوها على طول مش هتحسوا بالتوبينج اللي دخل جوه الخضار وده بيكون شكلها بعد كده بنقلبها كويس جدا جدا زي ما انتو شايفين لحد ما تتشرب خالص خالص وبعد كده بنسيبها جوه التلاجة انا بحب اعملها النهاردة اكلها بكرة 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 بيكون طعمها خطير اكتر من النهاردة بكتير وده بيكون شكلها بعد ما قعدت يوم في التلاجة وبعد كده بقى نعبيها في كبيات السلطة او في بولات السلطة ويكون شكلها حلو جميل جدا وبتقدم معها الكنتاكي والستريتس وبتقدم معها البني وكل الحاجات بتاعة الفراخ وكمان ممكن تتاكل كده لوحدها نيجي دلوقتي لصلاة المايونيز المايونيز انا من احلى السلطات اللي انا بعملها او من احلى اللاسوسات اللي انا بعملها بجيب بيضة المقدير دي بتعمل معي بطرمان مايونيز محترم يعني كبير كده وهنجيب البيضة وهنجيب البطرمان وهحط كده اربع معالق من الزيت كبار وهبتدي اني انا كمان احط بقى المكونات بتاعتي اللي هي هتكون معلقة صغيرة من الملح يعني مش معلقة نقول نص معلقة عشان يبقى مزبوطة ومعي كمان عصرة لمون وكل ده جوا البطرمان بنغسره اللمون مع البيض مع الملح كل الحاجات اللي احنا حطناها كده كلها مع بعضها وكمان بنحط زي ما انتوا شايفين كده ربع معلقة صغيرة من المستردة وننزل بقى فيهم ضرب ياما بالمضرب ياما بالهند بالانضار ياما بالمضرب اليدوي ياما في الخلاط المتوفرة عندكم لحد ما يتكون معي خليط المايونيز في الاول هتلاحظوا ان هو خفيف شوية بس بعد كده هبتدي يتقل منكم ويبقى زي المايونيز العادي خالص وده بيكون شكله وطبعا بسيبه في التلاجة لحد ما يبرط خالص والمكونات بتاعته تمتزج مع بعضها وبعد كده هوريكم شكله بعد ما تقل بازاي ده بيكون شكله بعد ما بيقعد كده نقول ساعتين جوا التلاجة بيبقى شكله حلو جدا وطعمه جميل جدا وريحته مميزة جدا جدا اوفروا بكتير جدا من اللي احنا بنشتريه من برا وده بيكون شكل المايونيز اخر سوس معنا وهو سوس البافلو وده سوس مهم جدا في كل الوصفات الفراك زي سلطة الكولوس لوك كده بالزبط بجيب معلقتين كبار من الزيت اي زيت انتو تحبوه جوا طاصة وهبتدي ان انا اسخنهم وبعد كده هجيب معايا معلقتين تلات معالق من الدقيق يفضل الدقيق طبعا يكون دقيق كويس كده ومنخول كويس ما فيهوش اي كتل خالص خالص وبتدي ان انا احمر الدقيق جوا الزيت بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهبتدي ان انا اقلبه حلوة قوي قوي لحد ما يتحمر الدقيق بعد ما ديه كده يبتدي ان هو يتحمر ويحس ان هو تقل معايا في التقليب لما انا اكون بقلب كده زي ما انتو شايفينه بعلاق الخشب هبتدي ديه يتقل معايا في الوقت ده هكون مجهزة ايه بقى هكون مجهزة باقي مكونات سوس البافلو سوس البافلو ده اهم حاجة لسمك بتاعه هكون مجهزة كوباية من المياه وابتدي انزل بيها واحدة واحدة كاني كده مسلا بعمل بشاميل بس اهم حاجة ما يكونش فيه اي نوع من انواع الكالكا عشان كده بقول لكم ينزل واحدة واحدة في التاصر ما ننزلش مرة واحدة بالصوص علشان خاطر ما يكتلش وبوز معايا وده بيكون شكله تقريبا كده بعد ما بياخد نصر كوباية المياه بس احنا لسه هنكمل لحد ما نخلص كل كوباية المياه بالشكل اللي انتو شايفينه كاننا بالزبط زي ما قلتلكم نكون بنعمل بشاميل وده انا اكمل باقي كوباية المياه طبعا المياه بتكون مياه عادية مش سخنه ولا اي حاجة عشان نحدش حط مياه سخنه فالدي اي بوز منكم ونقلب باستمرار كده طبعا البهارات بتاعتنا بتبقى البهارات العادية اللي احنا بنحطها في اي حاجة اللي هي التوم والبودر بس البودر بس قبل ما نحط البهارات بضيف معلقتين كبار من الكاتشاب اللي انا عملته عشان يدي بقى النكهة الحلوة واللون الجميل بتاع سوس البافلو بالشكل ده وابدأ ان انا نقلب كويس طبعا ايدي باستمرار في التقليب لحد ما حصل على لون يكون كله ممتازج مع بعض وما يكونش فيه ابيض وبنبة زي ما انتم شايفين لا يبقى اللون كله لون موحد كده طبعا سوس البافلو بيكون اغمق من كده فعشان كده احنا ممكن نضيف لون طعام عادي نغمق به او نزود في الكاتشاب بس انا بفضل نضيف كده سنة من لون الطعام علشان خاطر نلاقي سوس البافلو زي اللي بنشتريه من بره بظبط ما فيش اي اختلاف خالص طبعا سوس البافلو اكتر اكلة مشهورة بيه هي اجنحة الدجاج واحنا هنا بقى هنضيف البهارات بتاعتنا اللي هي بهرة الفراخ والتم البودر بس البودر وكسبرة وكمون مطحوط كلها معالق صغيرة ونبتدي احنا نقلب كويس جدا جدا لحد ما نحصل على قوام ممتازج ومتناسق مع بعضه ما فيهوش اي كلكعة خالص ما انتقلش صوص زيادة عن اللزوم علشان هو كده كده اول ما هيبرد هيتقل بس كده دي كل الوصفات وكل الصوصات اللي احنا عملناها اتمنى بقى تكون الصوصات كلها عجبتكم ونالت على رضاكم ما تنسونيش بقى في اشتراككم في القناة واتفعلوا الجرس على كلمة الكل ما تنسونيش بقى في لايك وشير للفيديو عشان يوصلكم كل جديد بقدمه وشكرا من كل قلبي للناس اللي افتدعمني بانتسابها في قناتي اتمنى توصلوا دعمكم وانتسابكم للقناة تحياتي لكم بألف هانا وشفا اشوفكم دايما يا رب على خير قريب اشتركوا في القناة